ترأس وزير والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديق اليوم على مستوى جماعة سيدي محمد بن رحالة اقليم ستات الانطلاق الرسمي للموسم الفلاحي 2023-2024 تأتي هذا الانطلاق بعد موسم فلاحي اتسم بعجز مهم في التساقطات المطرية وتوزيع زمني غير منتظم لهذه التساقطات وهو وضع تفاقم بسبب تعاقب سنوات الجفاف خلال المواسم الخمسة الاخيرة ووضع يتميز بزيادة في تكاليف المدخلات وأمام التحديات المتعلقة على وجه الخصوص بنذرة المياه وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية اتخذت الوزارة سلسلة من التدابير خاصة فيما يتعلق بتوفير عوامل الانتاج وتنمية سلاسل الانتاج وادارة مياه الري وتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين من اجل انجاح الموسم الفلاحية